مشاهدين اهلا بكم حلقة جديدة موزاعة الهواء وشارطة من خلال برنامج شباب على الهواء بقدم التحية لكل الشباب برنامجنا دايما من الشباب وللشباب النهاردة الاربع 23 مارس 2022 ان شاء الله حلقتنا تحوز على اعجاب حراركم في كل مكان النهاردة الحقيقة معنا مجموعة من الطلبة عاملين مشروع تخرج عظيم جدا النهاردة هيعرفون عليه بالتفصيل بعنوان خليك رقمي الحاضر والمستقبل الحقيقة الطلبة دول من جامعة الازهر وتخصصه في الاعلام وعملوا المشروع ده عايزين نهاردة نعرف منهم الفكرة جات ازاي والمشروع خد ايه منهم بالزبط والرسالة اللي عايزين يقدموها لغيرهم من الشباب والهدف اللي عايزين يوصلو لهم من خلال المشروع العظيم ده لانه الحقيقة هو هاي تكنولوجي جدا او بيتمتع بتكنولوجي عالية جدا فكرهم الحقيقة يبقى سنهم بكتير وكمان عرفوا ان المستقبل هيكون هو هاي تكنولوجي او التكنولوجيا العالية جدا عشان كده مشروع تخرجهم الحقيقة عنوانه خليك رقمي الحاضر والمستقبل من خلال عنوانه طبعا نقدر نستوعب منه شوية افكار لكن هما النهاردة موجودين معنا في الستوديو ان شاء الله بعد الفاصل هيكلمونا عن مشروع التخرج بتاعهم بالتفصيل وهنعرف كمان كم عدد الطلبة اللي اشتركوا في هذا المشروع وهنعرف كل حاجة عن مشروعهم وهو مشروع التخرج ليهم كاعلامين او كخرجين اعلام الحقيقة لسه للأسف الشديد بنهيش جائحة كورونا لكن الحمد لله الاعداد بدأت تقل كتير والحمد لله بدأ كمان الفيروس يضعف اكتر من الاول بكتير عشان كده عايزين بس ناخد الاجراءات الاحترازية ونقول لكل المشاهدين وكل شبابنا العزاء اللي بيشوفونا من خلال شاشة القناة التانية دايما دايما يكون معانا الاشياء الخاصة اللي ممكن فعلا تحمينا من هذا الفيروس العين زي مثلا المعاقمات الايد كلنا طرح المعاقمات الايد نرتدي الماسك او الكمامة خصوصا في الاماكن المزحمة ونكون حرصين جدا علينا ناخد اللقاح الخاص بفيروس كورونا او متحوراته العديدة الحقيقة العالم كله بيعيش هذه الجائحة اللي عمت على العالم كله مش بس مصر عايز افكر كمان شبابنا العزاء نحن عندنا صفحة جميلة جدا على الفيسبوك بعنوان شباب على الهواء اللي عنده اي سؤال النهاردة عايز يطرحه لنا ياريت يجبهن او يقدمهن على صفحاتنا الخاصة على الفيسبوك مرة تانية هي شباب على الهواء مكتوبة بالعربي ياريت ينضم الينا حالا على صفحاتنا الخاصة على الفيسبوك واللي عنده اي فكرة أو عنده كمان أي موهبة عايز يقدمها لنا النهاردة يريد ينضم إلينا على صفحاتنا الخاصة على فيسبوك مرة تانية شباب على الهوى مكتوبة بالعربي تعالوا سريعا نطلع لتقرير وبعدها نستقبل ديوفنا والتقرير بعنوان مشاريع التخرج من الجامعات وردف عليها على المجتمع تعالوا بسرعة نشوفها وبعدها نرجع مع بعض نكمل فقراتنا بعد تخرج طلاب الجامعات عبارة عن نموذج أو عمل بتطلبه جهة الدراسة من الطالب عشان تقيس اللي بيبزله من جهد أثناء الدراسة واللي وصل إليه كمان من مستوى في مجال التخصص وهو متطالبات الحصول على الشهادة النهائية وبيعتبر كمان وثيقة علمية بيستفيد منها الطالب في المقام الأول وكمان زملاء بيستفيدوا من الطلاب وكمان بيعد تحصيل سنوات الدراسة وبيعكس إبداعات وأفكار الطلاب ممكن مثلا طالب في خمسة طب أو كده عشان يتخرج بيعمل أطراف صناعية أو مثلا تركيبات أسنان لو دكتور أسنان مثلا وكده يعني بيتفيد المجتمع مثلا لو واحد في خارج هندسة ميكانيكا مثلا ممكن مثلا يبتك أنه يصنع عربية مثلا هذا اللي ما نستورد عربية قد فيصنع كده عغيار مثلا العربية اللي هي موجودة دي فهو بيفيد فعلا المجتمع عندنا مثلا في شراعة وقانون نتكلم عن القانون المصرية عامة قانون الجناية القانون المدني أحوال الأسرة فمن يعني من ندرس أبحاث وكده أبحاث قانونية عن مثلا القانون المدني المشاكل إزاي نحلها فدي بتكون وسيلا نحن بعد ما نتخرج نبحث في القانون إزاي نقدر نطوره إزاي نقدر نحله ويخليه مثلا يفيد المجتمع بشكل أكثر إزاي نتطبقه في الواقع مشاهدين عجلنا حيكم على الواقع بشارة ونورونا في السودي الحقيقة مجموعة من الشباب عاملين مشروع تخرج جميل جدا بعنوان خليك رقمي بالمستقبل هما الحقيقة ده مشروع تخرج خاص بيهم كلية إعلام جامعة الأزر نتعرف عليهم بالتفصيل معنا النهاردة ومنورنا حسام كساب أهلا بيك منورنا كمان عبد الرحمن العيد أهلا بيك ومنورنا عبد الرحمن الديب أهلا بيك طبعا نهاردة نورتونا وعملين مشروع تخرج جميل جدا احنا عارفين أن كل الطلبة دايما في السنين الأخيرة من الجامعة لازم يعملوا مشروع تخرج فأنتوا النهاردة اخترتوا مشروع ده فهو عنوانه شريع جدا فأنا عايز أعرف الفكرة جات من اين وتعرفوني عن المشروع بالتفصيل والله في البداية برحب بحضرتك وبرحب عبد الرحمن الديب عبد الرحمن محمد طبعا عايز أقول لحضرتك أن المشروع يعني مش عبارة عن مشروع تخرج هو فكرة بيخدم أهداف قومية يعني مش مجرد فكرة كده اخترناها وخلاص لا احنا يعني كان فيه أفكار جميلة كتيرة جدا الصراحة بس توصلنا للمشروع ده حقيقة لأنه محل اهتمام كبير من المد طبعا سيدة الرئيس عفتاح السيسي برضو يعني مهتم جدا بمجال التحاول الرقمي فهو مشروع مش مشروع يعني يخص فئة معينة ده بيخدم كل فئة في المجتمع فاحنا بناء عليه اخترنا الفكرة دي ويعني وحاولنا برضو نحن نطور فيها على قدر الإمكان فتوصلنا لفكرة المشروع دي لأنها بتخدم يعني كل بيت في الدولة او بتياز صراحات المطولين اديني مسأل كده هتخدم كل بيت ازاي؟ عايزة أقول لحضرتك أن الأول عشان خاطر مثلا حد يروح يقبض مثلا مرتب أو حد يروح يعمل أي موضوع في أي مصلحة حكومية كان فيه مثلا تكدس كان فيه مضيعة للوقت كان فيه برضو مثلا يعني زي ما كنا بنشوف طب يطلع الدور الأول كصرنا الروتين بالهاي تكنولوجيا أو بالتكنولوجيا العالية جدا من خلال مثلا الكريت كارد من خلال أن احنا طبور طويل عريض لا بقينا يعني أكتر فلكسبيلتي أو أكتر يعني انسيابية في الإجراءات الروتينية خصوصا الحكومية بالضبط فهو ده اللي عايزة أقول لحضرتك يعني هو يعني يسهل الحياة لكل المواطنين سواء حد كان يعني بيعمل في أي قطاع في أي مكان في أي عمل كان يعني أكيد له علاقة بالتطور الرقمي صحيح حيل التطور الرقمي ودي حاجة مهمة جدا الحياة عبد الرحمن فعايزة أعرف الفكرة جات إزاي كلكم قعدتوا مع بعض أنتوا كأولا كم حد احنا 13 فرد 13 فرد الفكرة جات إزاي بقى وكاتئي الأفكار المطروحة وفي الأخير رسيته على الفكرة دي هو في البداية الفكرة كانت نموذج مصغر يعني احنا كطلبة إعلام بداية أول ما دخلنا الجامعة وليكن طبعا كل طالب بيدخل الجامعة بيبقى محتاج أنه هو ينمي مهاراته سواء السوفت سكيلز فطبعا بيبقى داخل محتاج أنه هو يبتدي منين يشتغل على نفسه إزاي صح فطبعا بدأ الواحد يبقى عنده إدراك وإلمان بالحاجات دي أنه هو يبدأ يشتغل على نفسه وينمي مهاراته ذاتية وده طبعا من خلال التعلم عبر الإنترنت أكيد ده وسيلة ده أسلوب من أساليب الرقمنا فطبعا من خلال كده بدأنا أنه نشتغل على نفسنا وينمي مهاراتنا وخدناها كوسيلة أنه نعمل فكرة مشروع اسم فرصة ومن هنا بدأنا أنه نعرض الفكرة على زميلنا وعرضنا على الدكتور المشرف ومن هنا الفكرة بدأت تكبر وحبنا أنه نطور الفكرة ونتكلم عن التحول الرقمي بشكل عام اللي هو بيخدم أهداف قومية ومواكب لسياسة الدولة التطورية هايل هايل عايزة أروح بقى لعبد الرحمن الديب وفعلا إحنا أنت برضو مشترك معهم في نفس المجموعة صح كده عايزة أعرف دور الجامعة كان إيه بقى ساعدوكم إزاي طبعا بكل شيء أحب أشكر سيادة العميد ومشرف مشروعا دكتور محمد حص صراحة ما تأخروش عن كل حاجة يعني من جوابات بقى الوزرات مختلفة طبعا بيساعدونا بقى جدا بيطلعونا بقى أول باول يعني كل حاجة محتاجين مثلا أنه نروح لهم فيها صراحة ما بتأخروش في كل حاجة فأنا حابب أشكرهم من خلال برنامج شابه على الهوقت طب دي حاجة كويسة جدا يعني حددتكم بكل إمكانياتها إيه الحاجات اللي كانت مطلوبة وما كنتش لقينا كل مشروع الحقيقة لازم يكون فيه عقبات العقبات اللي انتو قابلتوها بالفعل وبعد كده لقيتوا إن الجامعة حاولت إنها تسهلكوا شوي العقبات والله يعني هو كان فيه يعني بعض العقبات اللي بتواجهنا يعني بخصوص التصريح مثلا إحنا يعني بنعمل على يعني على كذا مقابلة وكذا يعني إجراء حوار فبيبقى فيه بالطبع يعني أماكن كبيرة بس لكن بالطبع يعني الأساتذة المشرفين والدكتور رضا عبدالواجد أمين وعميد الكلية طبعا ما بيتأخرش عن حد وسيادة الوكيل عبدالراضي البلبوشي طبعا برضو دكتور محمد فهاد اللي هو المشرف العام والدكتور محمد حسني يعني كلهم الصراحة ما بيتأخروش عن أي حد في أي حاجة تخص المشروع يعني بنكلمهم بالليل قبل النهار طبعا يعني على أرقامهم الخاصة ما بيتأخروش بخصوص التصريح بخصوص أي موضوع أي عايق قدامنا فهما بيحاولوا يحلونا المشكلة دي أكيد أنا كان نفسينا طبعا يكون معنا بقية الفريق يعني يكونوا 13 فرد بس طبعا إيه يعني أنتوا يعني كافرين أنتوا تقدروا تمثلوا الفريق كله فعايزة أعرف منك عبدالرحمن يعني الواحد لما بيجي يختار مشروع إلى حد كبير جدا بيكون محتار وبقاش عارف إزاي يتواصل مع زمايله خصوصا أن أنتوا 13 حد أو 13 فرد وده كتير جدا التواصل كانوا إزاي يعني هل كنتوا تعملوا اجتماع مثلا ولا بيكونوا عبر الإنترنت ولا إزاي حضرتك الروز ده أساسا يعني أنا المسؤول عن الإجزاز المنواطة بالمشروع فيه جروبات مسؤولة للجرافيك ديزاينر اللي مسؤولين عن الهواية البصرية فيه جروب للمشرف العام كل حاجة بيتم التنصيق ما بينها كل حاجة منظمة عن طريق الجروبات دي التعامل بيتم بتنسيق وإدراج وكل حاجة ماشية يعني يعني بالزبط بتنسيق وكل حاجة يعني ماشية تمام بالموعيد التواصل بقى كان إزاي هل مثلا بالتليفون بالفون سواء عن طريق سواء عن طريق أي أسلوب رقمي بالفعل لأن احنا بنتكلم عن التحول الرقمي أكيد عبد الرحمن عايزة أعرف حاجة بقى الجرافيك ديزاين زي ما عبد الرحمن زميلك قال كده كنتوا بتختاروه على أساس ايه؟ طبعا نفس المشروع يعني هل بنتكلم عن التحول الرقمي تمام فما نقتراج كده السوداء كده طبعا هالك تقصد التصميم صح؟ أكيد التصميم فالتصميم حسب بقى ملقامة كل يعني أي حاجة احنا بنشتغل بها على سبيل المثال مثلا لو بنغطي مثلا احنا عملنا ميديا كاوريج لوزارة كلها تمام يعني مثلا لو احنا هنعمل مثلا تصميم عن التحول الرقمي مثلا في وزارة الصناعة فبنبتدي بقى نشوف الألوان المناسبة من حيث الانسيابية هل تناسب هل تصميم تناسب الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه فبالتالي احنا بنشتغل شغال عشوائي لا فاهمين احنا بنعمل ايه؟ وبالتالي بنشتغل على اساس جميل جدا حلو جدا ان انتو بتشغلوا على اساس فعلا ان انتو بتختاروا الألوان المناسبة للديزاين خصوصا الديزاينات دي بتكون مهمة جدا لهذا المشروع المشروع ده ازاي يطلع للنور وازاي يتطبق على أرض الواقع خصوصا انه هيفدنا جدا الحقيقة خصوصا احنا شايفين حاجات كتير جدا في البلد او في بلدنا بقت فعلا بتتطبق بهذه الأساديب والله يعني هو المشروع يعني يعني لكي يطبق على أرض الواقع محتاج يعني الحملة بتخدم الأهداف ان احنا نعمل الأول توعية للمواطنين باهمية التحول الرقمي وانه هو مش بيخدم مثلا فئة معينة يعني بيخدم كل الفئة فلازم يكون فيه توعية لكل مواطن ان التحول الرقمي بيخدم كذا كذا كذلك النظام احنا الحملة بتاعتنا ما بتكلمش بس المواطنين بتكلم كل واحد مثلا مبتكر في مجال التحول الرقمي او مثلا اللي علاقة بالتكنولوجيا واحد مثلا حابب يبدأ في مجال او عمل حاجة او حابب يقدم حاجة يعني وكأنها رابطة بتوصل اللي هو بيبدأ في مجال التطور الرقمي يعني وبنحاول برضو نوسك المشروع بحيث ان هو يعني يوصل للسيادة الرئيس برضو عفتاح السيسي يعني الفكرة احنا جميلة جدا وبتغدم أهداف نبيلة برضو يعني احنا الموضوع مش عبارة عن مشروع مش مشروع تخرجه خلاص لا احنا المشروع كلنا اتفقنا وجمعنا هدف واحد ان احنا المشروع ده هنفضل مكملين فيه لحد ما يبقى مشروع قومي ومشروع يعني يسمع اكيد اكيد عبد الرحمن عايزة اعرف المشروع الوقت خد ابدأ ايه مشروع التخرج احنا عارفين مشروع التخرج ده ساعات الطلبة بيبدأوها حتى من من سنة تانية وبعدين تالتة وبعدين رابعة الفكرة بيكون لسه يعني بتشتغل في دماغ الطلبة لحد ما يبتدوا يطبقوها على ارض الواقع وبيكون فيه اكتر من مشروع يعني واحد اتنين تلاتة بنبتدي نشطب كده ونقول لا هناخد ده يعني نعمل تصفيات لحد ما في الاخر نرسي على مشروع معين عايزة اعرف المشروع خد منك وقت قد دي او منك كلك هو قريدي المشروع لحد الان جاري التنفيذ لحد الان لكن المشروع البداية الفعلية بتاعته كانت من بداية السنة الفعلية اللي احنا فيها حالين طبعا هو المفروض رسمي ان المشروع بيبتدي من بداية الترم التاني اللي هو فيه اللي احنا فيه السنة دي لكن طبعا احنا بدرنا ان احنا نبدأ من اول السنة تخلاص بسنة رابعة بالزبط لكن احنا بدرنا ان احنا نبدأ من اول السنة عشان نقدر نعمل المام لكافة المحاور والعناصر بتاعة المشروع وان احنا هنقدر نعمل تخطيئ اعلامية لكل عنصر بشكل مناسب وبالتالي الفعل يعني الموضوع جاري التنفيذ الى الان وشغالين فيه لحد دلوقتي لكن البداية اللي في حالية كانت من اول العام يعني من اول السنة دي ولسه شغالين فيه طب عبد الرحمن بيقول لسه الفاينل يعني لسه الخطوات الاخيرة لسه ما اكتملتش يعني نويين تبقى الخطوات دي تبقى عاملة ازاي طيب يعني احنا مشيين step by step خطوة خطوة بالزبط احنا بدأنا في وزرات معينة يعني احنا زي ما قلت الحضر لك في البداية بنعمل ميديا كافريج تحور راكم في الوزرات حاليا احنا شغالين على ايه شغالين احنا نعمل تخطيئة اعلامية في كافة محافظات جميلة مصر العربية تمام يعني زي ما حضر لك عارفة ان احنا منتشرين كلنا من محافظات مختلفة اذا فكل واحد في محافظات هو متحدث اعلامي فبنقللنا الصور عن المحافظة تمام فهذه خطواتنا اللي احنا مشيين عليها واما بالنسبة الخطوات اللي هي لسه ما اكتملتش ليه ما اكتملتش وليس ليه شغالين عليها لان احنا بنحاول صراحة وكل ايه بتجتهد معنا في ده بنحاول نوصل للوزرات المعانية به تمام وعريب العاجل ان شاء الله هنكلنا نقع في وزارة التصالات معناق وزارة التصالات وهي الجهة المنوطة بتنفيذ المشروع في مصر فهيكون معها وبالتسلسل احنا حبينا نعمل لقاء مع كل وزارة عشان كده الموضوع يعني طويل معنا موضوع طويل ولسه يعني ايه يعني خطوة خطوة او ستايب واي ساتز زي ما بنقول عشان نقدر نوصل في الاخر للهدف بتاعه عايز اعرف لما بتقول روحوا تتكلموا مع الوزرات او الاشخاص علشان توصلهم الفكرة بتاعتكم بيستقبلوها ازاي والله يعني اي حد بنكلمه يعني بيرحب بالموضوع ويعني بيكون سعيد جدا ان احنا يعني لما بنوصله الرؤية والرسالة بتاعت المشروع بيرحب بها جدا ما فيش حد عرض الفكرة لحد الان وكمسال حي برضو على الارض الواقع استاذ علي حلمي هو مدير عام بمنطقة تأمينات المينيا ووضح لنا ان اللواء جمال عوض بامر من سيادة الرئيس عفتاح السيسي امر بتحويل قطاع التأمينات سواء الحكومة منها والخاص للتحول الرقمي يعني خلها كلها يعني مميكانة فده مسأل على ارض الواقع برضو يعني بنعمل مقابلات سواء على التليفون او سواء برضو على الارض الواقع يعني وناخد رأي الاشخاص ناخد توجهاتهم كتير برضو يعني فكذا حد ساعدنا في المشروع ده يعني ورحب بالفكرة هيل هيل يعني ده حاجة كويسة جدا الحياة ان هم يرحوا بالفكرة خصوصا ان هي فكرة متطورة جدا جدا عايزة اروح لعبد الرحمن وبرضو عايزة اسألك نفس السؤال بس بطريقة تانية هسألك حاسس ان ايه الفاينل ايه الحاجة الاساسية جدا اللي نقصة للخطوة الاخيرة في هذا المشروع والله احنا شغالين دلوقت زي ما عبد الرحمن قال ان احنا بنعمل ميديا كافرش تغطية اعلامية وبنسعى يعني ان احنا نعمل مقابلات في وزارات مختلفة سواء في وزارة التربية والتعليم لان طبعا بما اننا في مؤسسة تعليمية وده سيناريو تعليمي بالفعل فاحنا دورنا ان احنا نلقى الضوء على المؤسسة التعليمية فبنبدل ان احنا نعمل مقابلات مع الوزارات دي سواء من وزارة التعليم او وزارة الاتصالات لان طبعا وزارة الاتصالات لها دور كبير في التحول الرقمي طبعا عارفين ان هي عملت مبادرات كويسة جدا زي مبادرة وداستي بتعلم الشباب بطريقة كويسة فيها طبعا ثلاث مهارات زي الجرافيك ديزاين والويب والماركتينج فطبعا احنا بنبدل ان احنا نعمل المقابلات دي ان احنا نوصل لجهات قومية تساعدنا ان احنا نوصل حملتنا بشكل افضل وان احنا نبرز جهدنا حيل عبد الرحمن كل واحد فيكو لي دور اكيد حد بيكون متحدث رسمي مثلا عن الجروب بتاعكو او حد كمان مسؤول على ان هو يحط الدزاين وكل واحد لي دور انت دورك ايه؟ طيب انا قبل كل شي احنا بنفس ايعنا هات masculine تمام في احنا بنفس ام المشروعة عبد الرحمن بقى هو الي شاي للشغلنا الصعب اوي دي بالزرت فبالتالي احنا بتاعي منهجة اعنا كل واحد بيعمل حاجتيا مش باني ماشيين وخلص اوكي كل واحد بيكون الله عنه علي عائق او عليه وجاب لازم يقدمه إحنا عشان وقتين قراب ينتهي معاكم سريعا عايز أعرف أحلامكم وطموحاتكم في المستقبل إن شاء الله خصوصا أنتوا خلاص هتتخرجوا أنتوا في سنة رابعة فخلاص قرابتوا تتخرجوا خلاص بإذن الله فعايز أعرف كده هبدأ بك الأول حسين والله هو بالنسبة يعني هو اللي طموحاتنا هي يعتبر هي رؤية المشروع برضو يعني إن احنا نشوف مصر في خلال يعني عشرين تلاتين إنها تكون يعني دولة متقدمة عالميا على المستوى العالمي نقدم حاجات تفيد المجتمع ككل مش أهداف خاصة يعني بكل مواطنين لما تبقى ميسرة يعني هي دي الأحلامنا وطموحاتنا إن احنا نوصل ده أكيد عبد الرحمن أنا طموحاتي أبقى فريلانسر ذاتي عايز أطور نفسي ذاتي لأبعد الحدود يعني طموحاتي ليس لها حدود لكنها شخصية لأبعد الحدود برضا طب حلو جدا عبد الرحمن والله يا فوق لو تانية كان حيما أزاع 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 ما أنتو تلسين إعلام فممكن تقدروا تبقوا نزاب أه أوكي أزاعيين وفريلانسر اللي هو يعني مراسل مثلا وأنت عايز تبقى إياه حسام لا أنا يعني نفسي أوصى رسالة رسالة أوكي يعني أيا كانت رسالة يعني نفسي أوصى رسالة بس يعني وبعمل على ده بس يعني يعني تكون مفيدة لمجتمع ككل حلو جدا الحقيقة أنا بضم صوتي لصوتك أو صوتك كلك وأهم حاجة طبعا من المشروع أنه يخدم المجتمع ويخدم بلدنا الحبيبة مصر أنا الحقيقة فخورة جدا بيكم نحن عندنا شباب مستنير واعي عارف قد إيه دوره مهم في المجتمع المصري خصوص الفترة اللي جاية كلها الحقيقة دايما بتأكد على دور الشباب الهادف جدا في المجتمع المصري أنا بشكركوا جدا الحقيقة النهاردة وبتمنى لكم المزيد من التفوق والتقلق والنجاح بإذن الله بشكرك حسام كساب بشكر كمان عبد الرحمن عيد وبشكر عبد الرحمن الديب بشكركم مشاديدة بكده تكون خصت حياتنا معاكم بسرعة جدا النهاردة من خلال شباب الهوى إن شاء الله بكرة أسرة جديدة وحلقة جديدة أشككم دايما على خير بإذن الله